دايماً شهر أكتوبر بيكون مرتبط في زهن كل مصري بحرب الكرامع وتحرير الأرض والعبور العظيم ومن أول يوم في الشهر الآخر يوم في الشهر بنكون بنحتفل ونتفرج على كل الأفلام التاريخية اللي لها علاقة بالفترة دي وطبعاً بكل البطولات اللي أم بيها أبطال الكوات المسلحة المصرية مين فينا ينسى فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي؟ والفيلم طريق الآيلات؟ ولا إعدام ميت؟ ولو تكلمنا طبعاً على المسلسلات هنلاقي رقفة الهجان طبعاً والحفار ودموع في عيون وقحة وغيرهم كتير وكتير من الأعمال الدرامية وكمان السينمائية اللي تربع عليها أجال كتير جداً وهنا يجي سؤال مهم إحنا ليه ما بقاش عندنا أعمال درامية وسينمائية حديثة للأجال الجديدة وتعرفهم تاريخ بلدهم العظيم وكمان طبعاً بطولات الشعب المصري والجيش في المرحلة دي وخصوصاً في زل كل حمالة تشويه التاريخ اللي بقينا بنشوفها على السوشيال ميديا